وفقا للخطة الإنمائية لقطاع الثروة الحيوانية التي وافقت عليها الحكومة في السابع فبراير 2022 تم إنشاء مشروع لحم شاد وهو مشروع مشترك بين الدولة الشادية ومجموعة أريس برأس مال قدره 5 مليار من الفرنكات الأفريقية حيث تملك الشركة 65% من رأس المال و35% للدولة الشادية وفي الخامس نوفمبر 2022 وقعت الدولة الشادية ومجموعة أريس عقدا تموليا عن طريق تخصص الأصول والضمان الذي سمح بنقل المجمع الصناعي لسلخانات لوجون لصالح شركة لحم شاد وللوقوف على سير العمل في المجمع والتحديات التي يواجهها في مرحلته التجربية تفقد اليوم رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو المجمع الصناعي حيث تجول برفقة طاقم العمل يتقدمهم كبير المفتشين الدكتور جوجو بي رو الذي بدوره أطلع رئيس الجمهورية على عمل الأقسام التي يحتويها المجمع والمراحل التي تمر بها اللحوم قبل أن تصبح جاهزة للتصدير بدءا من طريقة الذبح والسلخ والتجريد وكيفية التعامل مع فحص اللحوم المسلوخة والوزن وانتهاء بعملية التعبئة في الأكياس الأمر الذي أثار إعجاب الرئيس ليتعهد بالدعم الكامل لهذا المجمع الصناعي وكمرحلة تجريبية يقوم المجمع الصناعي لسلخانات لوجون بذبح خمسين رأسا من الماشية يومية في الوقت الحالي حيث تم تصدير عشرين طنا من اللحوم إلى القابون قبل بضعة أيام مدير الموارد البشرية بمجموعة أريس الشريك الأساسي لشريكة لحمتشات تحدث عن بعض جوانب هذا المشروع الطموح تشرفنا اليوم بزيارة سيد الرئيس لمجمع لحمتشات في موندو هذه الزيارة كانت زيارة فقودية وفي نفس الوقت التجيئية حيث قام سيد الرئيس بالاتصال مباشرة مع عمال لحمتشات هنا في المجمع لدينا اثنين مناطق منطقة الإدارية حيث فيها العمال الإداريين والمنطقة الصناعية حيث فيها الذبح والصلخ وتجميد اللحوم وتسليم اللحوم ويتيح هذا المصنع في مرحلته التجريبية فرصة عمل لمئة وثمانية شخصة كما ستتضاعف الوظائف المباشرة بحلول نهاية هذا العام ومن المتوقع أن تزداد فرص العمل بشكل خاص مع إنشاء وحدتين وهما منطقة التحكم الصحية ومنطقة التسمين ويبقى التحدي الكبير الذي واجه هذا المجمع الصناعي هو الطاقة الكهربائية إذ إن عدم توفير الكهرباء يؤثر على تشغيله لا سيما غرفة التبريد التابعة له بمطار مندو لتصدير اللحوم وبالتالي الحدي من كمية الإنتاج